فيش رفاهية البعاة؟ وليس إلى فنادق نحن نريد كاتيبة مقاتلة قال الله عنها وعن أمثالها الـ 39 سورة الأحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلى الله أكشف لمشاهديك سرا أنا أرسلت منذ سنتين للسيد الرئيس عبر قنوات باليد وبالبريد مشروعا لإنشاء اللي أنت حضرتك تفضلت به ربنا يبارك فيه توارد خواطر سبحان الله أنا لم أسبقك بفضل ولكن المخلصين تتوارد خواطره قلت إنشاء المركز المصري للوعي الإسلامي برأس الجمهورية هذا لازم تحتشرفه شخصيا يعني ملاش حالة تاني أما الصراع ما بين مشاخت الأزر والصراع ما بين الأوقاف ومؤتمرات شكلية وقنوات عملت وجابوا حبيبهم وشلالهم ومتاع لم تنتج شيء الدواعش بتتمدد الحواجز النفسية أردت تخلص في حواجز نفسية بين المسلمين بين السنة والشيعة والإبادية في حواجز نفسية بين المسلمين والمسيحيين خلنا نكون صريح طبعا في حواجز نفسية إذا أذبنا الجليد أولا ما بين المذاب الإسلامية ما بين المسيحيين والمسلمين إذا عملنا تقريب بين المذاب الإسلامية عملنا إخاء ديني مع إخواتنا أهل الكتاب وإذا عملنا صف ثاني وثالث ورابع بس ليس من أصحاب الكراسي أيوة وجوه جديدة وجوه جديد يا سيد الرئيس الأمة تعاني فراغا فكريا وتأن من مؤسسات إسلامية تعمل بثقافة الموظفين نحن بحاجة إلى أصحاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الحل عندك وأجسك الرقابي بس كده إذا بدأت تشتغل على جميع الأصحاب محتاجة كمان